أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول أنا والحمد لله حريص جدا على حضور مجالس العلمة ومنذ تسعة أعوام وأنا حريص على حضور مجالس العلم وخاصة دروس فضيلتكم لكن مشكلة أنني أكتفي بهذه الدروس ولا أطالع في الكتب فهل يكتفي هذا أم لا بد مع ذلك من المطالعة في الكتب إذا كنت تحضر دروس المشاهد فعليك أن تقرأ الكتب التي يشرحونها قبل أن تحضر عليك أنك تقرأ الكتب التي يشرحونها قبل أن تحضر من أجل أن إذا أشكل عليك شيء تسأل عنه ولا يبقى في الكتاب شيء لا تفهمه فإذا قرأت الكتاب وسمعت شرح الشيخ عليه ترسخ ذلك في ذهنك أما إذا جئت وأنت لم تقرأ كتاب وسمعت الشرح فإنه لا يترسخ في ذهنك مثل ما إذا قرأت الكتاب قبل أن تحضر نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يطول ولو أنك حفظت الكتاب عن ظهر قلب لكان هذا أحسن وأبلغ في التعلم وإذا لم تحفظ فعلى الأقل طالعه وتأمل فيه قبل أن تحضر حتى ربما إذا فهمت فهما خاطئا يتعدل عند المدرس إذا أشكل عليك شيء تسأل عنه المدرس فتكون تفهم الكتاب فهما جيدا نعم